أستاذة إيزيس، الحقيقة أنا متمنة أنه المرأة أكيد المصرية عندها كثير من الوعي توقعاتك بالمشاركة شكلها إيه؟ وإحنا كمان متمنين متمنين جداً المرأة هتنزل زي ما عودتنا الحقيقة دي مش أول مرة إحنا من 2011 وهي بتنزل في كل المناسبات مناسبات جيدة ومناسبات يعني عصيبة عشان تظهر في النهاية إنها وقفة في ظهر الدولة في الانتخابات القادمة إحنا شايفين مشاهداتنا على الأرض بتقول إن السيدات حينزلوا بكثافة شديدة إحنا بنشوف اقتلافات وسيدات بنتكلم معاهم إحنا بنعمل حملات طرق أبواب ومنعدي على البيوت ونتكلم على الستات معاهم على فكرة إنه يعني لازم تنزلي لازم تصوتي فتحس إنك بتكلمي مع الستة وتقولك يعني أنت بتقولي إيه ما أنا نزلة بتقولي إيه أنا نزلة أنت جاية ليه أصلا أنت مش جاية تكلميني على حاجة أنا هعملها لكن المشاهدة الحقيقة المخلية المرادي إن الانتخابات خليني يسميها العرس الانتخابي أو الاحتفالية الانتخابية أنا بطفل جدا مع عنوان ده زي ما المرأة المصرية هي غيرت مصار وشكل العام للانتخابات خلتها في صورة عرس واحتفالية المرادي هتبقى هتبقى احتضان للدولة المصرية اللي بيحصل حوالينا واللي بيحصل حوالي دول الجوار والظروف الصعبة اللي بيمروا فيها أهل غزة بتخلي المرأة المصرية اللي هي دايما خايفة على أمنها وأمن ولادها وعلى أسرتها أصل المرأة المصرية هي أم شبه الوطن هي وطن يعني وطن لأسرتها وطن لمجتمعها فهي هينزولها المرادي مش بس عشان تقول أن أنا هصوت لفلان أو غيره هي نزلة المرادي تقول أنا نزلة علشان أحتضن الدولة المصرية اللي هي حفظت علي وحفظت على ولادي وعلى أمني وعلى حياتي وعلى فلوسي وعلى مستقبلي وكل حاجة باللي بيحصل دلوقتي حوالينا واللي بيحصل في الداخل كمان لتحسين أوضاعها وأوضاع أسرتها